موسيقى 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 وفي الخامس والعشرين من أيلول الماضي نظم أهل بلدة الفرزل استقبالا شعبيا حاشدا للبطيرك الماروني الكاردينال ماربشارة بوتوس الراعي موسيقى 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 احتفلت بلدة المروجة التابعة لقضاء المتن الشمالي من السادس عشر إلى الخامس والعشرين من أيلول الماضي بعيد القديسة تقلى المعادلة للرسل ففي أجواء البهجة والسرور أحيت جوقة القديسة تقلى المروج ريستال فيروزيات في البلدة كما نصبت خيام في ساحة البلدة وأقيم احتفال العشاء القروي من قبل أخوية الأم وشبيبة العذرة وطلائع العذرة تخللته أنشطة مختلفة من أغاني وعاس في الموسيقى وقرع للطبول وكان للأطفال حصة في الاحتفال حيث أقيم كرمس الأطفال تضمن ألعاب مختلفة رسمت البسمة على وجوههم وزرعت الفرحة في قلوبهم كما دشن الأب العام للرهبن المارونية نعمة الله الهاشم مدخل كنيسة القديسة تقلى بعد تجديده وترميمه من قبل المحسنين في البلدة ورئيس دير القديسة تقلى الأب جوزف العالم بعدها احتفل الأب العام نعمة الله الهاشم بقداس العيد بمعاونة الأب جوزف العالم ومشاركة الأب كلود ندرة الأب الرئيس وبحضر الأب ميشيل أبو طاقة أمين السر العام والأب جوني مارون أمين السر الخاص والأب المدبر هادي محفوظ كما حضر الاحتفال رئيس البلدية إيلي داغر وعدد من أعضاء البلدية ومختار البلدة حبيب داغر وجمع راهبات القلبين الأقدسين وحشد كبير من أبناء البلدة كما خدمت القداس شبيبة العذرة وجوقة الكنيسة وخلال القداس عبر الأب العام عن سعادته بمشاركة أبناء المروج بالاحتفال بعيد القديسة تقلأ مبينا أنها كانت مثال المسيحي المؤمن الحقيقي مشيرا إلى ارتباط بلدة المروج باسم القديسة تقلأ والشكل خاص لأبناء بلدة المروج يلي تبرت اسمها باسم المرديسة تقلأ نعرف مردألة المروج ونعرف مردألة المروج ونعرف مردألة هي تكون الشبيعة يلي بتحرص قيامي يلي بتخطي السلام بقلب كل العيبة وبين الأيان وبكل الإنسان يجي على هاتفال من قديسة مطلوب شبيعتها كمان بأهون جزء كامل والعيبة وفي ختام القداس قدم رئيس البلدية وسيد فادي داغر والأب رئيس الدير عصر رعاية للأب العام الهاشم عربون حب وتقدير لرعايته الأبوية للبلدة ثم أعطى للأب العام البركة الختامية للمؤمنين من الحضور وفي يوم الاحتفال الأخير تباركت بلدة المروج بزيارة ذخائر القديس بادريبيو القادمة من روما إذ أقيم زياح مهيب طاف في شوارع البلدة وسط ترانيم المؤمنين وصلواتهم ترأس البطير كالكاردينال الماروني ماربشار بطرس الرعي قداس الشكر الاحتفالي لمناسبة إعلان قداسة الأم تريزا من كالكوتا وذلك في كنسة السيدة في بلدة بشرة لبنانية وعاونه المضرنان مارون العمار وحن علوان والمونسينيور فيكتور كيروز والمونسينيور يوسف فخري وكهنة الرعية وبحضر فعاليات المنطقة السياسية والروحية والاجتماعية ورهبات مرسلات المحبة والمؤمنين وانطلاقا من الآية الإنجلية كلما صنعتموه إلى أحد أخوة الصغار فإلي صنعتموه قال البطريك الراعي في إعلته إن القديسة الأم تريزا عاشت النص الإنجلي وواجدت فيه الدعوة التي سمعتها في داخلها من الرب يسوع وهي التخلي عن كل شيء وخدمة المسيح في الأكثر فقرا بين الفقراء وأضاف بأنه من شخصية القديسة الأم تريزا ندرك أن الإصلاح في المجتمع والدولة إنما يأتي على يد أشخاص إداريين والسياسيين يسكن الحب في قلبهم أي الله عندئذ تأتي الحلول لكل الأزمات التي تتخبط فيها كما طالب البطريك الراعي الكتلة النيابية والسياسيين الخروج من أنانيتهم ومصالحهم الخاصة ومن أسر مواقفهم وارتباطاتهم لينقذ الوطن بانتخاب رئيس للجمهورية تحت عنوان متعطشون إلى السلام ديانات وثقافات من أجل الحوار عقد في مزاري سيدة لبنان حريصة لقاء للصلاة من أجل السلام نظمته لجنة عدالة وسلام الممبثقة من مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان مواكبة لليوم العالمي لصلاة في أسيزي في إيطاليا الذي دعا إليه البابا فرانسيس بمشاركة جمع غفير من الشخصيات المسيحية والإسلامية التفاصيل الأوفى في التقرير الآتي تزامنا مع لقاء أسيزي السنوي لمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل السلام في أسيزي الذي دعا إليه البابا فرانسيس تحت عنوان متعطشون إلى السلام ديانات وثقافات من أجل الحوار جمعت اللجنة الأسقفية عدالة وسلام المنبثقة من مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان في برنامج هذا اليوم محتفلين سويا بالصلاة في مزار سيدة لبنان في حريصة الافتتاح كان مع البطريرك مربشار بطرس الراعي بكلمة وجه خلالها الدعوة من أجل المصالحة بين الأفريقاء وحل النزاعات وإيقاف الحروب المتعددة الوجوه المصالحة التزام تدريجي تبدأ أولا شخصية مع الله والذات لتصير مصالحة اجتماعية تصلح العلاقات مع الأخصام ومع الذين في حالة فقر وحاجة ثم لتصبح مصالحة سياسية بعدها توالت الكلمات من ممثلي الطوائف جمعاء وركزت على كيفية بناء الحوار بين الأديان والثقفات لكي يكون إرثا مشتركا بين الجميع ورسالة يلتزم بها الجميع أم يلتجئون إلى التقوقع والعزلة والتغليب روح الأنانية وترسيخ الانقسامات هنا تكمن أهمية هذا اللقاء الذي أسسه البابا يوحن بولوس الثاني والذي يسير على خطاه البابا فرنسوا ليكون نسمة خير يفوح عطرها على المؤمنين أنت السلام وليس منك من ارتضى قتل الأنام الأبرياء وعربدا يا خالق اردعهم بما شئت إخوة متحابين في الله والوطن والإنسانية لنتقبل الآخر على ما هو وكيف ما هو وما هو عليه ومن كل الطوائف والأعراق والأديان في سبيل إنشاء عالم كحسب مشيئتك تسوده الأخوة الصادقة والمحبة الصافية والفضيلة الحق أنت الذي طلبت منا أن نحب بعضنا بعضا في كل الأزمنة وبالأخص في هذا الزمن الرديء حيث تتخبط بلداننا ومجتمعاتنا في عواصف الحروب العاتية والإنقسامات الإديولوجية الهدامة أكمل معنا نعمتك وأحل فينا سلامك أجل يا ربنا وإلهنا كن الحارس الذي لا ينام لقطيعك الموجود بين الذئاب المفترسة المتعطشة لدمائهم وهاء الله ينادي المؤمنين وزوي الإرادة الصالحة كلهم كل واحد بشخصه ومن موقعه وبثقافته يقول له باسمه يا فلان رمم بشريتي حكمة السلام تتمشى في طريق العدل وتتحرق في سبيل الحق لتهب الذين يعرفونها غنى وتملأ خزائنهم فرح وأكد المشاركون على مبدأ المصالحة التي تبدأ شخصية مع الله والذات لتصير مصالحة اجتماعية تصلح العلاقات وتنهي الحروب المرتكبة باسم الدين وتحت الغطاء الطائفي والمذهبي في رعيتين الحويش والخريبي في عكار وفي أقدم الكنائس حيث انطلقت أول كرسين بطيركيل الموارنة من بلدة القريات العكارية التي توازي الخريبي والحويش جغرافيا حطت أكبر مسبحة صلاة في العالم رحالها ولأحياء هذا الحدث الكنسي الذي شهدتهم محافظة عكار وبرعاية رئيس أساقفة ترابلوس المارونية احتفلت رعية سيدة العطايا ومار يوسف في بلدتين الحويش والخريبي بعيد الصليب المقدس المزيد في هذا التقرير في رعيتين الحويش والخريبي في عكار وفي أقدم الكنائس حيث انطلقت أول كرسي بطيركيل الموارنة من بلدة القريات العكارية التي توازي الخريبي والحويش جغرافيا حطت أكبر مسبحة صلاة في العالم رحالها ولأحياء هذا الحدث الكنسي الذي شهدته محافظة عكار وبرعاية رئيس أساقفة ترابلوس المارونية احتفلت رعيتين سيدة العطايا ومار يوسف في بلدتين الحويش والخريبي بعيد الصليب المقدس حيث رأس الأب كامل كامل الكداس الإلهي في كنيسة سيدة العطايا وسط حضور شعبي مسيحي وإسلامي مميز وفي كلمته الروحية أكد الأب كامل أن لهذا الحدث الكنسي البعد الأول التأكيد على الشراقة الوطنية التي لطالما اتسامنا بها مع أخوتنا في هذه البلدات والبعد الثاني يكمن في مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال الصلاة والقلوب النقية ولما نحبينا نرجع من غربتنا القصرية خبر دولتنا اكتشفوا أن بيوتنا خرب ما بتصلح للسكن لأنه مش عصرية هاو دي خبر التهجير والتعتير أما أنت يا عذرة أنت خبيرة القلوب ببيوتنا المتواضعة بيوتنا المتواضعة مستعدة تستقبلك أنت وابنك يسوع تيصير كل بيت من بيوتنا مغارد بيت لحم يشع نور المسيح منها للعالم وإذا ضائت البيوت في قلوبنا بتسيع قلبك الطاهر الواسع وسع الكون هذا وتل القداس مصيرة صلاة وترانيم وصولا إلى أقدام الصليب في بلدة الخريبة ثم لقاء ساده جو من الفرح في ساحة كنيسة ماريوسف في منطقة الخريبة أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر